ارجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهوى المحطة هلأ مع مارلين سالهب خبيرة اتكاب تابعونا بهالموضوع مارلين صباح الخير صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أهلا سعيد ان شاء الله عليك وعلينا مارلين كنتوا عم تحكوا بالحلقة السابقة عن الخطوبة بدنا نكفي بهذه الحلقة بعرف ما عنا كتير وقت قد ما فينا يعني رح نضوي على كل النقاط يلي لازم تنحكي بهذا الموضوع خلينا نبلش معك قصة الخطوبة بقصة فستان العرس وعفوا بقصة فستان العروس لنرجع نحكي بالنقاط التانية نحن قلنا مرة الماضية أنه الأفضل ضل بالإشياء الكلاسيكية يعني هادي أهم شي لأنه قلنا في صور وهيدي الصور بالمستقبل إذا ماشي كتير بالفاشن يعني أنت بتعرفي كل سنة بيبقى في سرعة معينة بالموضة من الأفضل بهيك مناسبات ما نستعملها أبداً حتى لو لبست فستان أبيض حلو كتير لو بدأت تلبس بالعرس دايماً فستان الخطبة من الأفضل يكون أصير إلا إذا خطبة كتير كتير كبيرة أسمو ما هادي بتصفي غير شي حتى بيصير فيها كروتي يعني بتصفي العزاية مرسمية إذا كتير كبيرة ومعمولة بأوتال بس نحنا عم نحكي عن عاداتنا نحنا عاداتنا بتقول أنه الخطبة بتكون عند أهل العروس مشان هيك رح نفوت بإشياء اللي مفروض نحنا نعملها أكيد أول شي خلينا نحكي نحنا ويكي شوي مرسال عن التحضير للخطوبة أول شغلة بدنا ننتبه أنه نحنا بما أنه نحنا عازمين العائلة لأنه مين منعزم أكتر شي نحنا منعزم عائلتنا لصغيرة هلأ قدين نحنا قريبين من عمومتنا من عماتنا ما حدا لازم يزعل إذا منعزم لأنه الخطبة ممكن تكون ضمن نطاق البيت على نطاق الناس اللي أقرب شي لإليك وأهم شي إذا موجودة الست والجد وإذا في كمانة شبين والشبينة يعني هاي دي بترجع لإلنا نحنا ذكرنا كيف منعزم أكيد أم العريس بدأ تتصل بأم العروس بيكون فيه اتفاق هني أصلا بيكونوا حكيين سوا وعارفين لما بيجوا لا يطلبوا البنت كيف حتتم الخطوبة نحنا لنوصل ليوم الخطوبة هلأ أول شي نحنا بما أنه عازمي الناس لازم كتير ننتبه وين بديوا يصفوا سياراتهم هاي دي الشغلة كتير لازم ننتبه لأوقات نحنا في لبنان بلد كتير في عجقة دونك أهم شي ننتبه وين الناس بدأت صف السيارة تاني شي لما بيصالوا عندنا الناس أغلبية الأوقات الأهل ما بيعرفوا بعضهم وهون لازم ننتبه نعرف الناس على بعضها وهالأشياء الصغيرة بتبين قديه هو الإنسان شاغل على حاله بالحياة ومهتم مية بالمية كتير مهم أنه نعرف الناس على بعضها ما بقدر إليك بأسهل طريقة يعني ما بدنا نرجع نعيد اللي نحنا قلناه دايما ما بدنا نعرف الرجال على الست بدنا نعرف دايما نحنا نعرف الرجال على الست بس إذا ست كبيرة بالعمر أكبر بكتير بالعكس بدنا نتجه لإلى ونقلة مثلا إذا ستة موجودة بدي قلة مثلا تيتا بدي عرفك على زميلة بالشغل مش لأنه هو رجال لا بدنا نتجه لإلى ونحكي معه دونك هي أهم شي إنه نعرف الناس على بعضهم بعدين لما منفوت بالخطبة بيكونوا كل البلاتويات موجودين لازم ننتبه إنه بالخطبة الأبريتيف بيكون أورادي موجود يعني بس يصالوا مبلشوا حابين نحنا نضيف شامباني جو حيالله كل واحد بيعرف هو حسب عاداته وتقاليده دونك لازم يكون موجودين بدنا ننتبه إنه لازم يكون في عدد أكتر بالكبيات من الناس اللي موجودة وهيدا شي كتير مهم ما لازم يحسوا الناس إنه الصينية فضيت نعم دونك هيدا الأبريتيف الأبريتيف بيبلش بس نفوت على البيت مش بيونتروا لأنه نقاط في ناس بيونتروا ما يقعدوا الكل وبيبلشوا يضيفوا لكن خطأ أبدا أبدا بالخطبة هلأ إذا فينا نحنا كأهل عريس نوصل شوي كلنا سوى إذا فينا لأنه حسب كمان وين الناس موجودين إذا فينا نوصل كلنا سوى بيكون أزبط وإذا لا مهم إنه نحنا كأهل العروس نكون محضرين كل شي وننتبه على الكاسات هلأ في طولات حسب قديش عدد الناس لحنقول كمان بسرعة إنه إذا عاملين عدد طولات لازم نعمل طولة لولاد صغار ما ننسى لازم الطولة الأساسية نعرف كيف نقعد الناس على على هالطولة لأنه في ناس كتير بياخد على خطرة يعني أصدق من بيقعد على رأس الطولة من بيقعد حده مين هيك أصدي حتى كل شخص لازم يكون إله ما كانه على الطولة أبدا لأنه في كتير ناس كمان بتعرف باللياقة وبتعرف إنه هالشي مش مسموح أهوى طريقة نقعد الناس فيها على طولتنا وخصوصا بهالنهار اللي بدنا يعني عن جد مميز لأنه هو نهار كتير حلو هلأ صحيح ممكن يصير فيه زواج وممكن ما يصير زواج بس برضو على الحالتين هو نهار مميز لازم قبل ما نقعد الناس على الطولات لازم نلبس العروس إذا جايبين لخاتم الخاتم أم إذا جايبين هدايا يعني قادوا يكون جايبين هدايا دهب أو الماز معهم مظبوط أو عن جد يعني هي نقطة كتير مهمة يا مارلان لأنه أوقات الأهل بيضيعوا طيب نحن أي ساعة لازم نلبسها قبل ما نقعد على الطولة من بعد أول ما يفوتوا فبتحسي أوقات في ضياع لا دايما لازم أول يعني بعد الأبريتيف قبل ما نقطع على الطولة وأوقات نحن وعم نعم نشرب الأبريتيف لأنه دايما الأبريتيف لازم ياخد بين نصف ساعة وخمسة واربعين ديئة ماكسيموم دونك بهالوقت منلبس العروس وإذا جايبين هدايا كمان بهالوقت بالزيد هلأ في كتير ناس بتحكي عن الأحجار الكريمة بهالنهار هني ما في غير ثلاث أحجار إذا بدنا نجيب فينا ما نجيب فينا بس يكون محبس كل إنسان هو وقدم أدوره بس عم بحكي إذا في من خواتم ليش بيستعملوا ثلاث أحجار مش أكتر في عندك الألماظ لأنه على الطهارة عندك السفير اللي هو يعني الصدق والإخلاص هايدي الحجرة الزرقى وعندك الروبي اللي هو العشق والحب دونك هيدولي بس ثلاث أحجار اللي ممكن نستعملها بالخطوبة هلأ أكيد كيف من قاعد الناس كمان الأزبط طريقة هي كيف الفرنسوية بقاعدوا الناس لأنه الفرنسوية ما بيقعدوا على طرف الطولة بيقعدوا بالنص وحتى لو كانت الطولة مدورة لما بيقعد مثلا بيوا بيا بردون للعروس على نص الطولة وإما على نص الطولة بيصيروا على يمينهم الشخص اللي هني بدون يكرموا مين بدون يكرموا إذا فيه ست وجد أم أهل العريس ما هيك؟ يعني على يمين ست البيت بيقعد بيوا للعريس على شماله بيقعد تاني شخص إذا عمه إذا هلأ إذا فيه ست وجد على يمين ست البيت بيقعد جد العريس يعني دايما بدنا نبلش بالكبير تراتبية تراتبية بشي شغلي كمانا كتير مهمة وقاط بتضيعنا مارلان هني رجال الدين لما بيكون معنا رجال الدين على الطولة كمان بيصير فيه شوية أحراج لأن مثل ما حضرتك قلت لازم تراتبية العيلة كمان فيه رجال الدين ولازم ينحسب لهم حساب ولازم يحسوا هني بالاحترام بماكينهم وحدمين قاعدين وما حدا يضيقهم على الطولة كل هول الأمور بدنا ناخدها بعين الاعتبار أكيد أكيد ممكن تكون الخطوبة يكون فيه رجال دين يمكن موجودين أم إذا فيه رجال من الدولة كمان ومنكرمهم على يمين على يمين الأشخاص يعني هني بيجوا قبل كل الناس إذا فيه رجل دين بيكون قاعد على يمينها لأمة للخطيبة دونك دايما الرجال إذا فيه رجل دين إذا حابين تكون طولة إنجليزية منحطه على راس الطولة بس لازم نعرف إنه بس الخطيب والخطيبة بيكونوا قاعدين جنب بعضهم إن كانت الطولة مدورة أم طويلة هيدول الشخصين الوحيدين اللي بيقعدوا جنب بعض بس ضروري يكونوا قاعدين مرلين على راس الطولة إذا حسب كيف الطولة حسب كيف الطولة إذا طولة مبرومة رح يكونوا قاعدين حد بعضهم إذا الطولة طويلة بيكونوا قاعدين على راس الطولة بس بيكونوا الأهل بالنص يعني اللي أهم شي هن الأهل وين بيقعدوا أهل العروس اللي هن عازمين وين بيقعدوا هن اللي بيكرموا اللي جايين لعندهم مية بالمية قديهوا للأمور مارلان مهما كانت بسيطة أو يمكن أوقات ما بنحملها الأدهمية أنه أوكي محل ما بترتاحوا قعدوا ونسمعها هذه الأوقات أنه أوكي محل ما بترتاحوا قعدوا إذا ما كانت القعدة مدروسة وبما كان المناسب قديه ممكن تضيق الآخرين بدون علم منها مزبوط مش إن هيك نحنا دايما منقول أفضل بكل عزايم إن كانت رسمية أم الأفضل نحكي نحنا مع بعضنا ونعمل بلان دو تابل قبل يعني ما عليش إذا اتنين حكيوا مع بعضهم إنه نحنا عارفين من جاي لعنا وعارفين كم شخص هلأ بيزيدوا بينقصوا ما في أي إشكال بس نحنا عارفين لازم نحنا ننتبه قبل ما نبلش قبل ما يوصلوا المعزيم نكون عارفين كل شخص وين رح يكون محله هلأ في كتير ناس بتحب تحط كروتي بتكتب في كتير ناس بتحط على وراء الكرسي إذا عندها ربطة بيحطوا عليها في عدة طرق فينا وفيها تكون سابل وبيّة للعروس أم بيّة للعريس هني يقعدوا الناس بس هون من الأفضل يكون فيه بلان دو تابل لما بيكون في عدة طولات بدنا ننتبه كمان إنه الناس اللي منا قاعدة على الطولة الرئيسية كمان هيدولي جماعة نحنا بدنا نحترمون ونكرمون ببيتنا على كل طولة بيبقى موجود شخص منا يعني إختي من العيلة من العيلة ومنقلهم إنه هو حيكون عم بيمثلنا يعني على هالطولة هلأ بالخطبة كمان في إشياء كانت تنعمل نحن عنا بجبال بعدهم لهلأ أوقات بيتجعدنوا مع العريس لما بيلبس الخاتم بس يشدوا له عقيده هيدا شي كتير بيوجع بيوجع بده صار في شيله من الشمال يعني بردون من اليمين لا يحطه بالشمال أو يدعسوه على قجرة حرام بضاء ثلاثة يم وجه صبيع يعني بس هو العادات كتير حلوة كتير حلوة بس مهم نخفف من عادات اللي ممكن تعمل مشاكل يعني أوقات بيعمل مثلا صاحبه سبيتش أنه قدي كنت تظهر مع بنات أنت ممكن يخرب كل شي بهالخطبة بقى هون بدنا ننتبه شوي على حكينا خلي نخلي هنهار مميز مية بالمية يعني مارلان في هيك قول ما أنه عم بقلي المخرج عجلي عجلي بس بدي قوله في قول بيقول لسينك أحسانك إذا بتصونه بيصونك فيمكن بالخطوبة لازم مضبوط يتخذ بهذا القول لأنه كثير مهم وبما كانه صحيح أنا بدأشكر وجودك معنا مارلان سالهاب خبيرة أتيكات إذا ألا راد الأحد الجاية السبت الجاية شو محضرتين لنا بدنا نحكي عن الزواج الزواج خلص بدنا نتزوج هلأ خطبنا جمعة الجي بدنا نتزوج بدنا نتزوج هي الخطوبة ما لازم تكون أكتر من سنة أصلا يعني بس أنه لحنا رح نتجوز جمعة الجي أهلا سلافتي مارلان شكرا أصدقائنا المشهدين نحن نروح لبريك سريع ومنرجع